كجزء من الحملة العدوانية الممنهجة تتعمد عناصر قوات خفر السواحل القطرية اتلاف المراكب البحرينية بعد استيقافها بقوة السلاح بهدف إلحاق الضرر بممتلكات بحارة البحرين حيث يتم احتجازها في قطر لمدد طويلة اعمال تخريب متعمدة ترتكبها عناصر الدوريات القطرية بعد اتخاذ خطواتها القسرية والمهينة بحق بحارة البحرين بهدف إلحاق الضرر بممتلكاتهم وتكبيدهم خسائر طائلة كجزء من السلوك العدواني الذي يطال هؤلاء البحارة الامنين من قبل السلطات في قطر السلام عليكم شباب نحن في دولة قطر الشقيقة عندنا بانوش مجوّر صار ليه سنتين نشوف الأوضاع مال شي دي يصير الحال سنتين أنا مواطن خليجي رشيت ممنوع وطول التضاقي مو هلون نسون في البانوش شو سويتم في البانوش كسرتون هون شي دي احنا وش عال وش عال وش عال وش دمت نحن الله المستعان وإليه للمشتكب هذا بحار بحريني يوثق من الدوحة ما تعرض له مركبه من إطلاف متعمد بعد مصادرته واحتجازه لمدة طويلة وهو من عكس سلبا على وضعه المعيشي البانوش كلفني في حدود ستين ألف دينار البانوش جبت هنا سكراب موجود المقطع مالا ومتشف جمعية الصيادين ستين ألف دينار كلفني وما أعتقل أن هالقطار يرضون ما أعتقل أنهم يرضون مضارة إنسان حتى لما رحتنا للبانوش كان في الرويس بعدها ودوه الدوحة وكان معي خمسة بانوش من ضمنه علي عبد الرزاق هاي مكينته بعد راحت المكينة لأنه ما اهتموا بالبانوش ولا بأي عناية فيهم يعني البانوش جبته نص بانوش حتى خفر السواحل شارت الجهاز جهاز التتبع الموجود على البانوش تقول لي البانوش خارج الخدمة ما يصلح رح سوه وبنفح صهم جديد علشان يكون وفق الضوابطه معاملة لا إنسانية تعرض لها بحارة البحرين من قبل عناصر الدوريات القطرية تصرفات تؤكد تجاوز النظام القطري لاعتبارات ومبادئ حقوق الإنسان وحسن الجوار ويعكس لغة العنف التي يمتهنها هذا النظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر